وديك شايف على سبيل المثال لا مش بس في فلسطين المحتلة بص على السودان والتطورات والأحداث الأخيرة في السودان انت بتتكلم على البعد الاستراتيجي الجنوبي بتاعك السودان معانا على التليفون حتى نطلع برضو على هذا الوضع دكتور هيبة البشبيشي الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أهلا بيك يا دكتور هيبة أهلا سهلا بحضرتك يا سيديوس دكتور هيبة قد يتساءل الكل مش هقول حتى البعض ماذا يحدث في السودان لأول كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بالصحة والسلام بأكد تضامن كامل مع كلام حضرتك اللي بدأت بالحلقة وعايز أقول أن فعلا الأوضاع حوالينا مقلقة جدا مقلقة للغاية يعني الجهات الثلاثة فيهم حالات حرب ليبيا السودان غزة وبالتالي المصريين عليهم الانتباه تماما لأنفسهم يعني خليني طيب أبدأ مع حضرتك بأزمة السودان الحقيقة كان فيه تنديد النهاردة من مجلس الأمن بزيادة وثيرة العنف في السودان بصورة غير مسبوقة ودي يعني بالنسبة لنا على الأقل أزمة جديرة من أزمات يعني الأزمات الإنسانية الملحة اللي هي لابد من تدخل المجتمع الدولي يعني لإطفاء صفة الإنسانية على الأزمة علشان نقدر ندخل مساعدات ونساعد الناس اللي هناك ونوقف مسألة العنف الحقيقة كان في الوثيقة اللي أعلنها عدد من مصقف السودان وأن كان فيه يعني مالك عقار وتحدث عن أن هناك يعني نوع من أنواع التداخل مع قيادات العسكرية لتهديئة الأوضاع وأن هناك لجنة أخذت من مصار جدة أو من مفاوضات جدة بعض البنود وتحدثنا عن مفهوم وقف العدائيات الحياة المفهوم ده مهم جدا 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 ونؤكد عليه مرارا وتكرارا في الأزمات الإفريقية حياة استدعاء القبلية في أي عنف بيظهر في إفريقيا بيتسبب في مقتل الأليف فقط أنت تقتل على هويتك لا شيء أكثر ولا أقل ترجمة نانسي قنقر